أنا بالنسبالي نادي بيرمدز نادي محترم لكن أنا بالنسبالي الأهلي هو رقم واحد نادي الأهلي زي ما أقولك ده بيتي ده اللي أنا تربيت فيه ده اللي أنا عشت فيه أكتر ما عشت مع أهلي أكتر ما عشت بقى مع أمي ومع أبويا ومع أخواتي ومع أصحابي كل ده أنا موجود في نادي الأهلي أنا موجود في استراحة التناشئين فأنا عشت في نادي الأهلي أكتر ما عشت في بيتنا فأنا اختياري دايما هيبقى نادي الأهلي دا بقى نصر مهر لما خرح النادي الأهل ولما كان عارف انه و يلعب في نادي الأهل عرفت بقى طالع إليه عن نادي الأهلي تعال بقى بص على نصر مهر لما راح نادي الزمالي إليه عن نادي الزمالي و نصر مهر الي طالع تراندة دلوقت اسمح يا عمي إلييه في فرق فيها نجوم بس ما فيش champion لديه اساطير دلوقتي في مصر في فرق عندها لعبة جدا بس ما فيش champion لديه اساطير لكن الزمال يوجد اساطير دالوقتي مستور. دلوقتي بتتكلم على عبدالله السعيد. مستور. تتكلم على عبدالشافي. نفس القصة. الله يا جدعان تعودنا على الحوارات دي. لما اي لاعب بيجي من نادي الزمالك يجي النادي الاهلي يطلع يتكلم عن نادي الزمالك وحش. وبعد كده يتكلم عن نادي الاهلي حل. ولعكس صحيح لما اي لاعب بيطلع من نادي الاهلي. ازا كان مطروض من نادي الاهلي او النادي الاهلي مستغنى عنه ومش عايزه يطلع اقول كلام وحش عن نادي الاهل عرفتوا بقى ان موسيماني كان عنده حق ناصر ماهي اللاعب كويس جدا 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 بس كعقلية لعب سفر عقلية علشان كده ما نفعش في النادي الاهلي ولا هينفع في النادي الزمالك ولا هينفع في اي حد بس كده يلا سلام